أطلق العنان لقوة الجذب، حيال نفسية يمكنك استخدامها بدءا من اليوم في لعبة الحب والجاذبية، غالبا ما تحدث التفاصيل الدقيقة فرقا كبيرا إليك بعض النصائح النفسية حول كيفية جذب شخص يعجبك هل أدركت أن الناس سوف يحبونك أكثر إذا فكرت في أفعالك؟ هذه خدعة غير واعية تعمل على بناء علاقة ثقة وتجعل الشخص الآخر يشعر بالارتياح معك عندما تقابلها، ابتسم بصدق إنها ليست مجرد ابتسامة حقيقية فهو لا يجعلك أكثر جاذبية فحسب، بل يترك إيضا انطباعا أوليا أكثر إيجابية لا تنسى أن الابتسامة معدية ويمكن أن تحسن مزاج الشخص بشكل كبير أمنحهم مجاملة فريدة واجعلهم يشعرون بأنهم مميزون لا تقبل المجاملات النموذجية يحب الجميع الإطراء الفخم الذي يجعلك مميزا، لذا جرب الإطراءات الشخصية والمدروسة لا تكن مسترخيا جدا من الطبيعة البشرية أن نقدر ما هو غير عادي لذا تأكد من إعطاء مساحة لا يتعلق الأمر بممارسة الألعاب، بل يتعلق بالحفاظ على عقل مستقل سليم دعونا نفكر في كل التفاصيل إن تذكر الأشياء الصغيرة التي شاركوها معي يرسل رسالة واضحة أن تستمع، أن تهتم، أن تهتم القيام بذلك يمكن أن يحسن جاذبيتك بشكل كبير لغة الجسد قوية بشكل لا يصدق حافظ على التواصل البصري أثناء المحادثة وقم بتغطية وجهك عند التحدث ثم المس بلطف ذراعيك وكتفيك هذه العلامات يمكن أن تزيد من مشاعر العلاقة الحميمة دعونا نستخدم الفكاهة إن جعل شخص ما يضحك هو وسيلة رائعة لجذب شخص ما لأنه يطلق هرمونات تحسين الحالة المزاجية كما أنه يظهر الذكاء الذي يجده الكثيرون جذابا أظهر نقاط ضعفك لا يوجد أحد مثالي والتظاهر بالكمال قد يكون أمرا متعبا عندما ترى عيوبك في شخص ما تولد الثقة ويولد أتصال أعمق متحمس لشيء ما العاطفة تجعل الناس مثيرة للاهتمام وإظهار شغفك بشيء ما سيجعلك أكثر جاذبية أظهر أن لديك حياة خارج العلاقة وأخيرا شيء حقيقي لا يوجد شيء أكثر جاذبية من أن تكون حقيقيا إذا لم تقم بذلك فإن الشخص الآخر سوف يعرف عدم صدقك تذكر أن هذه الحيلة النفسية ليست تكتيكات تلاعب ولكنها استراتيجيات لتحسين علاقتك مع العالم الحقيقي إذا استخدمته جيدا يمكنك جذب الشخص الذي تريده شكرا للمشاهدة لرؤية المزيد من المحتوى مثل هذا اضغط على أعجبني واشترك